يوم كما كنتشوفوه الارتفاع السالوخي للأسعار بالمغرب عنده بزاف ديال يعني العواميل اللي هي يعني مكتأثر به أولا بعدها الحرب الأوكرانية الروسية اللي هي جدد أزمات الوضع الوباء ديال كورونا والتدعيات دياله عندنا اليوم الزيادة في أسعار ديال النقل الدوري عندنا يعني الحاوية ديال الشح اللي توم تزاده بوحد يعني بوحد طريقة اللي هي مرتفعة جدا يعني بزاف ديال الأمور اللي يعني كترجع على أن هذه الأسعار هذو ارتفعوا بقوة اليوم كما كنتشوفوه أن منظمة عدة مثل منظمة صندوق الدوري والفاو كانوا حضروه يعني مشان المغرب حضروه العالم كامل بالزيادات المرتقبة ديال الأسعار اليوم كنشوفوه أن الاستراتيجية العامة في المغرب والمخططات اللي دارت على هدل أساس يعني ما ما خطوش فعيل العطيبار أن هذه الزيادة ديال الأسعار ممكن أنها ترجع يعني وتمس القدرة الشرائية ديال المواطنين اليوم كنشوفوه أن الأسعار ديال القمح تزاد تقريبا بستين في الممية كنشوفوه الأسعار ديال الزيت تقريبا 27 درمية تزاد في الخمسة ليتر كنشوف أسعار دي القازوان 9 درهم و70 دابر 14 درهم و50 يعني كنشوف يعني اليوم السوق ملتهبة حتى بعض المنتجات اللي هي محلية ومجالية ديال المغريب بحل الفلال اللي دولت 17 درهم بدل 5 درهم و4 درهم كنشوفوا الطماطم اللي هي تاية إنتاج اللي كنصدروه لبراحنا وإحنا عدنا الفائد في اليوم وصلت قريبا 12 درهم 13 درهم الدجاج اللي هو إنتاج محلي اللي وصلت 17 درهم ولينا اليوم كندوه على مضاربين كندوه على وسطة كندوه على سماسيرة ديال أوبيئة أو ديال الحوروب اليوم كنشوفوا أن الدولة لازم أنها تضرب بيد من حديد فكل ما من شأنه أنه يمس بالقوة اليومي ديال المواطنين اليوم ما كنشوفوش أنه كين واحد دعم الموضفين ولا الأجراء اليوم اللي أخذهم يدعموا على مستوى يعني الرواتب ديالهم اليوم كنشوفو أنه باقي محطفت بنفس الرواتب والأسعار تزادت تقريبا 6-70% كندوه اليوم على عدالة اجتماعية كندوه على مغرب للجميع لابد أننا نشوفو أن القادم اليوم أسوأ لازم أنه اليوم الدولة تشتغل على بزاف ديال الأمور من بينها أنها تحاول أنها تدير زراعات اللي هي بديلة مش هي زراعات بديلة وإنما زراعات التقليدية اللي كانت قبل اللي كانت عندنا الحمد لله كانت لازكام كانت الاكتفاء الداتي ديال القمح كانت الاكتفاء الداتي ديال القاطاني اللي ديم كل شيء كنستورده وكتكلف الدولة واحد مبالغ مالية اللي هي كبيرة